السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم بإذن الله هنقدر نعمل جهاز قيم كتير من أخواتنا بيعانوا من مشكلة أنه عنده بطارية سيارة عنده بطارية صغيرة عنده بطارية افو عنده حاجات كتير عايز يشحنها مش قادر يشحنها فبإذن الله هنشوف باور السابلاي ده بتاع الكاميرات بيتباع في أي مكان هنقدر نحوله لجهاز شحن بطاريات محترم وعن تجربة شحنت عليه بطارية سبعين أمبير وشحنها معايا وفوّلها للنهاية يليد بس نشاهد المحتوى للنهاية علشان نقدر نستفيد مبدئيا لازم يكون عندك باور زي ده أو تقدر تشتريه بيتباع في أي محل أي حد بتاع كاميرات هتلاقي عنده الباور أو أي حد بتاع جهاز كمبيوتر برضو هتلاقي عنده الباور متوفر في كل الأماكن هنا عايزين نركز على الباور نشوفه كام زي ما انتم شايفين قدام منك قادي 12 فولت 10 أمبير 10 أمبير ده كويس في منه 20 أمبير في منه أكتر 30 أمبير متوفر في السوق وهتلاقيه سعره ممتاز جدا في حد هيقول الكاميرات بتشتغل بـ 12 فولت نعم بتشتغل الكاميرات بـ 12 فولت طب لـ 12 فولت كفيل لشحن البطارية لا ما أنا هقول لحضرتك فيه هنا حاجة مهمة لازم تخلي بالك منها إن هنا هنقدر نوصل بالشكل ده التغذية بتاعة الأطراف بتاعة الـ 120 وهنا الخارج بتاع آآ الأطراف اللي رايحة على مين اللي رايحة على تغذية الكاميرات بتاعة المراقبة اللي بتبقى موجودة عندك في أي مكان آآ مبدئيا أنا هاجي هنا ووصل كده لـ بسم الله ونبدأ نقيس أدي الطرف السالب كده الفولت سفر هنبدأ نوصل فيه الكهرباء نوصل الكابل ده في الكهرباء الـ 120 بسم الله آه كده وصلنا في الـ 120 مخرج عندي 14 فولت 14 فولت ليه لإن أنا رافع البط اللي قدامك فيه هنا بط هنقدر نلفه نيجي كده على العشرين فولت ونبدأ نشوف الكهرباء هتروح معي لحد فين أنا عايز أقول لك هنا إنك تقدر تلف كده ياريت نعمل زوم عشان نستخد بلق آه هنقدر نلف بالشكل ده آه هنا تسعة فولت طب ننزل شوية تمانية فولت آه كده على الآخر أنا لو عندي بطارية تقف و تسعة فولت هقدر شحنها بالشكل ده هقدر شحنها بالشكل ده طيب نزود بقى كده شوية علشان نشوف بسم الله بسم الله آه 12 فولت طيب أنا لو ما أحتاج أشحن بطارية السيارة لازم أبواف على ال 14 فولت خلينا على 14 أو 13 ونص هتشحن معاك كويس خلينا كده فيه 14 فولت آه كده 14 فولت DC 10 أمبير حاجة محترم طيب نبدأ نعمل إيه بقى؟ نبدأ نفك بقى دي كده سريعا نفصل بقى الكهرباء الأول ونبدأ نفك أطراف الأفو وهقولك نوصل إيه بالزبط أنا عندي مؤشر زي ده ده مؤشر بيزهر لي الرقم بتاع الكهرباء DC يعني المؤشر ده بيزهر لك أي فولت آه كهرباء DC هيزهر معاك بكل سوء هنجيب بقى معانا آه اتنين ماشبك زي كده عشان نقدر نشحن منه البطاريات طرف موجب ولي طرف السالب هناخد بقى الطرف السالب الأول اهو نبدأ نوصله على السالب وهنوصل معايا السالب بتاع المؤشر كده بالشكل ده بسم الله صلنا الطرفين مع بعض أنا عايز بس حضرتك تهتم وتشاهد المحتوى للنهاية علشان تقدر تستفيد ربما معلومة هتفوت حضرتك ولكن لما تشاهد بإذن الله كل المعلومات هتوصل لحضرتك على الجهز هنقول بسم الله ونبدأ نسبت كده الطرف السالب اهو انا بقولك لو جبت عشر أمبير هيبقى حاجة محترمة لو جبت عشرين هيبقى أفضل بكتير مع بعض اي فولت انت محتاجه هتقدر تخفض الفولت المطلوب لحضرتك اه الناس اللي بتعاني من بطارية الافو التسعة فولت عايز يشحنها البطارية الشح هتقدر تشحنها وعندك بطارية تمامة فولت هتقدر تشحنها بإذن الله كده تمام انا كده هجيب بقى المؤشر عندي على الفولت المناسب علشان نقدر نشحن بطارية السيارة بكل سهولة هنقول بسم الله نركز كده في المؤشر المؤشر هيجيب معايا الفولت اهو زي ما انتم شايفين تلتاشر وتسعة يعني اربعتاشر فولت اه نقدر نهدي الفولت شوية نقدر نهدي الفولت كمان شوية كده تلتاشر ونص خلينا تلتاشر اهو خلينا في تلتاشر علشان تقدر تشحن معايا البطارية بسرعة نسبت بقى دي كده اهو تمام كده سيبت مكانه اهو انا كده جبت بطارية السيارة بالشكل اللي قدامنا اها بطارية دي سبعين امبير في طرف موجب وفي طرف سالب لازم نراعي ان احنا نوصل الطرف الموجب على الموجب والسالب على السالب زي ما انتم شايفين الشرزة اها دي دليل ان فيه امبير محترم اه نقدر نيس كده برضو بالافو نشوف برضو القراءة ماشية ازاي اها اربعتاشر فولت تمام حنيجي بقى ناخد الطرف السالب على الطرف السالب بتاع البطارية والطرف الموجب على طرف موجب البطارية طب هي البطارية فكام فولد نشوف كده الاول البطارية فكام فولد مهم البطارية فها اتناشر واتنين يعني نقدر نشحنها ونزودها نقدر نزودها كده البطارية دي مشحونة زي ما انتم شايفين ولكن هيبدأ يرفع فيها يعني انا تقريبا بشحن البطارات اللي زي دي بتفضل تشحن لما تبقى تلتاشر فولد زي ما انتم شايفين رفع معايا تلتاشر وخمسة جاب تلتاشر وستة وهيبدأ يرفع بسرعة وبجودة محترمة وعن تجربة اني قدرت اشحن به البطارية الكبيرة وكمان تشحن به البطارات بتاعت الموتسيكل بطارية التروسيكل بطارية العربية اللي هي الصغيرة تقدر تشحنها بدون اي مشكلة الجهاز دي قيم وبعد الفكرة اللي قدرنا نعملها دي ما شاء الله اسبت وجوده معايا لازم الشاشة دي تكون موجودة لو حضرتك مش قادر تجيبها فيش اي مشكلة تقدر تشتغل بدونها ولكن لازم تبقى عارف انت عملت ضبط على كم فولت بالضبط علشان ما يحرقش معاك البطارية او يزود الشحن فبالتالي تكون مشكلة بالنسبة لك لازم تعمل الضبط الشحن يقيمة 13 يقيمة 14 فولت ما فيش مشكلة ما بين الاثنين وكمان تخلي بالك من المؤشر لما يوصل درجة الشحن المطلوبة تبدأ تفصل عن البطارية لحضرتك بتشحن دي كانت تجربتي انا مع اخواتنا اللي دايما بيعانوا من موضوع الشحن وبيكتبوا لي احنا عايزين نشحن بطارية ازاي وعايزين نجيب شحن ازاي انا بقولك انا جربت الشحن ده اشتغل معايا بكفاءة ممتازة جدا وشحنت بيه البطاريات ما شاء الله شحنها معايا البطارية لو صفر بيقدر يشحنها لحد 13 فولت انا اسف على الاطالة ويرب اكون قدرت اقدم معلومة لكل اخواتنا المتابعين ومشاهدين وان كانت بسيطة ما تنساش تدعم اخوك بلايك وكمان تشرفنا بالاشتراك وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة